سلام عليكم شباب معكم جاد اليفان اول جهدي وفي هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن افضل اسلحة بالنسبة اللي انا لعافيه في ترايز اوفي سايروس ونفعتني وحسيتنا اسلحة قوية فحب اشاركم هذه المعلومات طبعا سئلة الاسبوع هاد المرة كلها كانت اغلبها عن ترايز اوفي سايروس فاسوي هاد الفيديو بس عن ترايز اوفي سايروس راح اتكلم عنا افضل اسلحة واللي فادتني وان شاء الله اسبوع الجاي ناخد اسئلتكم ونسوي اشياء جديدة فطبعا ترايز اوفي سايروس هاد الاسبوع الاول كانت شي جبار بالنسبة لي خلصت اكثر من خمسة مرات ما اذكر لا والله سبع مرات سبع مرات يعني مساعدات اصحابي وكذا المهم فالمهم نرجع مهور حديثنا نعطيكم افضل اسلحة برايماري سبيشال وهافي بالنسبة لي بعطيكم يوهم بالتدريج وخلنا نشوف طبعا اول سلاح انا لعافيه تونيلا اس ار فور طبعا هاد السلاح تقدر تحصل من غن سميث اول مرة جاب تونيلا جاب في فاير فلاي مرة تدريج الثاني ما جاب في فاير فلاي طبعا بوكرة الارم داي فاذا يمتو يتاخذ الباكيجات واحتمال يطلع لك ما اذا كان في موجود الباكيجات اولا اساسا فالمهم باكيجات لضعهم شباب اخدوهم على السلحة الجندرية احيانا متطلع لك شي جبار منهم المهم خاصي هاد الاول تقيد صوفي في الجو والثاني ريفل برد خلي الرينج في السلاح مر خرافي وعندك فاير فلاي هيت شات ينفجر طبعا هاد السلاح نستخدمه بالعربي مضاد سنايبر اللعب كل سنايبر هو 1000 يارد ولا اي سنايبر ثاني وهذا السلاح مضاد سنايبر انا انصحكم فيه عيار اذا ما عندكم حاولوا تطلعونه الله يعانيك تقدر علي جان سميث اذا عندك دوره واستخدمه سلاح والله ينفاع وعند الخيار الثاني استخدم بالنسبة لي الردث الردث مر بعد سلاح ممتاز عندك فيه انفلنشنج جايد 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 اذا قتلت واحد يمديك تروح يجان فايد ثاني بدون ما تتعب لان اذا قتلت واحد رح يعشق لك سريع وتعب بالهضل سريع ويمديك تعتدل لواحد ثاني يعني اذا كانت واحد ضد اثنين ولا احيان حتى واحد ضد ثلاث يمديك تجيبهم وهذا السلاح رح يساعدك بشكل كبير فانا بالنسبة لي ابدل بين التونلة وبين الردث على حسب الفريق اللي ضديه وطبعا افضل الاسلحة اللي جربته اسم مايتوف مارين معروف البوس رايفل اتكلمت عنه اكثر من مرة هذا البوس رايفل جبار وانا عندي خاصية ان اترجع لها احتي ما ترجع لها فدا قتلت واحد وعندك الهوكمون الهوكمون انا استخدمه تقريبا شبه الاخير ليش استخدمه اذا ابي ادرعم وعادة فيكم اثنين جالسين جن بعض ومتصعب تشيل بوس رايفل من قريب مرة صعب فعندك خيار انك تستخدم الهوكمون لانا الدمج في مرة عالية من قريب يضرب جلد يعيال والله يجلد يجلد من قريب يمديك تشيل اثنين بالراحة وبدون ما تتعب والله من جد فهوكمون بعد ممتاز وعندك خيارين الاخيرين انا بالنسبة لي ما العب فيهم بس يظلون ممتازين يعني عادي ان العب فيهم اي لحظة عندك الهوكسة وهذه الهوكسة طبعا انطلع عليه غير الموجود يبيع الكوارتر ماستر المميزة اللي عندي فيه هامر فوجد يزيد الرينج وطبعا استابلتي عالي فما يحتاج يزيد هاذا استابلتي الهند هند ليد ستوك هند ليد ستوك تقريبا المهم احط سناب شات سناب شات تخليك تصوي بسريع وفي هدين هند الهتشات راح يجي معك سريع يا حبيبي مرة سريع الهتشات السلاح ليطلق مرة بسرعة لو تشوف ريتوف فاير خلنا قارن مع الردف شوف اللو تلاحظ ان الريتوف فاير اعلى حتى من الردف مرة جبار طبعا اذا ما عندك واحد يتشتريع من عند خوينك كوارتر ماستر هاد يبيع هامل يبيع هادا جيد موسيق مرة ممتاز يجير تاخده وتتفاهم فيه مرة جيد مية وخمسين ماركس يرجي بها سهل ان شاء الله خيار الاخير بعد عندك ناس ويت تعبتني بهذا السلاح بالنسبة لي انا مرتحت لبس فيه ناس مرة هلكتني فيه عندك البول سريفل حق الايرون بانر مرة جبار مرة جبار انا بالنسبة لي مرتاح له ان عندي اشياء افضل من اعتاح بالنسبة لي ان اللي ارتاح للسلاح هو عرفقته فيه ألعب فيه هذا بالعربي يعني ان هذا السلاح مرت لهته مع ان السلاح قوي وجبار وعليه دم مش جامد بس انه مرتحت له بس ان لو تركزوه ان استبلت فيه جامد مرة جامد يعني اذا عندك انصحك تلعف فيه بده ما عندك الله يعينك تستنع على الايرون بانر الثاني فتقريبا هاد جميع خيارات البريماري لاستخدمها سكوت ريفل لحق الريد ما رح يكون خيار جيد بس اذا كنت ترفع اللايت رح يكون واحد من الخيارات وطبعا نسيت اقول حاجة اذا ما عندك تونيلا اس ار فور في فاير فلاي تقدر تروح لديد اوربت وتشتري هانج جيوري اس ار فور طبعا اني عندي حساب ثاني سويت جديد وشريت هاد السلاح ولعب فيه واللايت حقي كان مائتين وثمانين ورحت اللايت هاوس اذا تببوني احطه الستريم كامل عندي كامل موجود مسجل لابت لايب ستريم ورحت اللايت هاوس ومائتين وثمانين تقريبا وماذا اذكر والله اذا كان بثمانيا من المهم اعلنة اذا تببوني اشوف اللايت ستريم كامل رح اقدر احط لكم ايه فهانج جيوري رح يكون خيارك الثاني بعد التونيلا روحي الى سبيشال السبيشال خيار الاول وخيار شبه الاخير طاحي وان ثاوزن يارد ستير افضل السنايبر حاليا في كروسوبل بدون مناثة الافتر ما علي يجلس على جنب يمكن السنايبر الهنتر يمكن ينافس معه بالنسبة لي وان ثاوزن يارد ستير رقم واحد ليش انا اقولكم ليش لانه فيه هذي افضل سكوب حق السنايبر تلاح تقدر تحصله في وهذا مميزة اذا كنت اخر واحد فريق السنايبر رح يكون مرة سريع وتعشيك سريع ويكون سلح مرة جبار يمديك تسوي كلتشات وتنقض نفسك من معازق قوية حلوة دي معازق علمهم يعني طلعك من مشاكل وايد لما يصوي بسريع كأنك تقدر تسوي سكوب بسريع وفي الراس ينفجر ويقول لي بعده طبعا ينفجر ليش؟ فاير فلاي هذا يعجبني طبعا تقدر تقتل واحد من اول ما يصمون له رسمان تقترب ضربه واحد في الراس من بعيد هذا يعجبني في هذا السلاح لان في بعض الاسلاح يعطيك ريت وفاير عالي ومباك ضعيف ما تقدر تقتل واحد من اول ما يصمون له ريفايف فهذا الشيء اللي خلني استخدم هذا السلاح واذا انت حب الشتغان عندك خيارين عندك خيار الاول الشتغان كونسبوريثي ثيوري كونسبوريثي ثيوري دي راح يكون خيارك الاول واذا تبي اكزوتيك راح يكون عندك الشابرون طبعا بالنسبة لي افضل الشابرون اعلى من ذاك لانه اذا قتلت واحد هيتشات يملك تقتل ثاني تقريب من شبه سنايبر مره جبار يكون الشتغان بس يبقى تتعاود عليه شوي لانه يبقى له شوي احتراف طبعا السلاح ثابت ثلاثيه بالهيتشات مره السهلة ومن ناحية الهفي تروس رقم واحد يا عيال لاحد عنده تروس وما يلعب فيه في رونج الهفي معلش انت اكبر غطان في الحياة في كروسبل خاصة في بانرفول الماب مفتوح كبير وما يمدي واحد يهرب من راكت لانشر وعندك هذا بعد خاصة من جد يا عيال هذا الشي لازم لازم تشتري لازم بدبر لك حل وطلع حق كروسبل ما اجر العب بدونه اذا ما عندك هذا السنايبر اذا ما عندك هذا الراكت لانشر وتبي خيار عندك خيارين خيار الاول انه تروح في فيرتيقو طبعا هذي بيع هدد اوربت بس عيب انك ما تحمل ام كثير حدك اثنين حتروا مع رجل هفي يمكن تعطيك اثنين يمكن ثلاثة على حسب احيان تعطيني اثنين وهذا اللي يقرني في هذا الراكت لانشر بس ك يمكن تعطيك الراكت لانشر تقريبا مشابه لها خلنا شوف الفرق بينهم اساسا طبق الاصل طبق الاصل يبيعها والله ما اذا اتاكن هالسبوع البكيجات اللي عنده جيته وولا سيء الصراحة ما شيكته يبيلي اشوف انتأكد طبعا هذي الراكت لانشر الاثين خيار الثاني بكون اذا بستخدم الكت لانشر بس اذا بستخدم مارد ريد او استخدم او استخدم فالبكيجات مي موجوده اوه ماشي اوه ماخدت البكيجات غلطتي المهم مشي في الووكند غلطتي المهم ما علينا تندرلورد عندك لايتشينج جبار او اذا تبتتستخدم لايتماشينجان حق الرايد حق الرايد هم جبار واحد من الاثنين اخوض الشي انصح من الرايد لان الرايد عاليه اعاليه اعاليه اذا كان عندك جديد اذا كان فوقت 3 110 تبترفع الرايت معنى بالنسبة لي الرايت مو مهم ذاك الزود اذا عندك 290 راح يكون وضعك في السليم او حتى 300 مئة بالمئة في السليم لان انا غلطان حساس ان حلصت شخصية عندي واللايت فيه 275 بعد ان تفعله 80 يعني شي مرة عادي اذا عندك سنايبر 1000 يارد ستير ما راح تتعطب بالنسبة لي هذي شباب اشوف افضل اسلحة عطني خياري في الكممن تحت او عطني خيارك عطني سلاح يعجبك الكممن تحت ان ما ذكرته يمكن قوي بالنسبة لي ان اذا ما ذكرت السلاح معنات ان ما لعبت فيه او ما جربت اعطيت حقه في كروسبل اذا كان فيه سلاح ثاني ما جربته وتحسون ان ممتاز اعطوني في الكممن تحت راح اشوف وعطيه فرصة ونجربه المرة الجاية بالنسبة لي هذي افضل اسلحة يمكن الناس تقول تستخدم البانر فول و 3P3 لاستورد مو ذاك الزود يمكن لو كروسبل عادي بقولك ما عليه بس سايروس ما ينفع ما حسنين في ذاك الزود وكذا شباب وصلنا هذا الفيديو اتمنى ان اعجبكم استفدتم من الشي فاذا عندك اي سؤال اي استفسار تبقيه عن دستاني اجتسانيا في الكممن تحت وانشاطنا نجاوب عليه اسبوع الجاي في حلقة اسئلة اسبوع انا هذه اسئلة اسبوع سويت اليوم لان في لايف ستريم جاءتني اكثر من 40-50 سؤال كل يحين يمر علي هذا السؤال ليش وشونا افضل اسلحة اتقدر تلعب فيها وشونا اقوى اسلحة وكيف وين تجيب الاسلحة اعطيكم كل شي عندي في هذا الفيديو واتمنى استفدتم يمكن قصت عليكم شي يسمحوا لي فاتمنى نشوفكم في فيديو جاي سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة